يوما بعد يوم تتكشف أسرار حرب الموصل الحرب التي باتت الجثث عنوانا عريضا لها وللانتهاكات التي ارتكبت خلال معاركها بحق أهالي المدينة فهذه الغرفة التي أكلتها النيران في الجانب الأيمن للموصل ضمت بين زواياها عشرات الجثث المتحللة التي وثقت من قبل منظمة هيومن رايتس ووتش نهاية شهر آذار الماضي حجم الدمار في المدينة لا يصدق والجثث لا تزال مرمية في الشوارع اكتشفنا موقعا صادما غرفة مليئة بجثث متحللة لعشرات الرجال ساعات قليلة مضت على تصريح اكتشاف هيومن رايتس ووتش للغرفة فباتت الغرفة خالية من أي جثة بعد أن قامت السلطات الحكومية بنقل رفاة من كانت جثثهم هنا هذا ما أكدته هيومن رايتس ووتش التي قالت إن موظفين حكوميين نقلوا رفاة حوالي ثمانين جثة من منزل مدمر بعد أن قامت المنظمة بتوثيقها وقاموا كذلك بإحراق المنزل لإخفاء آثار وجود الجثث عندما عدنا بعد بضعة أيام كانت الغرفة قد أحرقت بالكامل دمرت كل الأدلة على جريمة حرب محتملة كل ذلك يدل على احتمالية أن تكون السلطات الحكومية مسؤولة عن إخفاء أدلة جرائم الحرب التي ارتكبت بحق أهل الموصل فقد كان ينبغي على السلطات بحسب هيومن رايتس ووتش الحفاظ على الموقع والرفات كأدلة محتملة للمحققين الشرعيين وعلى الإعباد أن يعلن نتائج التحقيقات في انتهاكات الحرب كما عليه الإعلان عن مكان الجثث التي شهدت في التاسع والعشرين من آذار الماضي ومع تواصل أزمة الجثث في الموصل يبدو جليا أن الانتهاكات الحكومية خلال الحرب فيها تخطط الخيال كما يبدو أن التحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبت هناك إذا كان هناك تحقيق حقيقي لن يحمل جديدا معه خاصة أن الحرب وضعت أوزارها منذ أشهر ولم يرى العراقيون أي جديد يكشف حقيقة ما جرى من انتهاكات في ثنايا المدينة المدمرة